صباح الخير جميعاً أرحب بكم في قناتكم من إسباس دابون تيساج في هذا اليوم سننجز مجموعة من تمارين الكتاب المدرسي الجديد في الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي صفحة 77 هذه التمارين متعلقة بدرس الزوايا ومنصف الزوايا لنبدأ على بركة الله ولكن قبل ذلك أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد مرحباً بكم تمارين 7 صفحة 77 نسل مستقيم OE منصف للزاوية AOB تسوي 120 درجة أكتب قياس الزاوية IOA والزاوية IOB إذن AOB هذه هي الزاوية هذه الزاوية قياسها 120 درجة ومنصف الزاوية يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين يعني يقسمهم في النص إذن يقسم الزاوية AOB في النص إذن هذه الزاوية التي ستكون 60 وهذه 60 120 على 2 هي 60 إذن IOA تساوي IOB تساوي 60 درجة نسل مستقيم OE منصف للزاوية ج أف و ج أف تساوي 37 درجة أكتب قياس الزاوية ج أج وقياس الزاوية ج أف إذن لنا رأي هنا عندي الزاوية الكبيرة هي أف أج هذا منصف الزاوية ج ومنصف الزاوية فنلاحظوا بأن ج أف تساوي 37 درجة إذن هذه الزاوية هي نصف الزاوية الكبيرة يعني نصف أف أج إذن أف أج تساوي جوش في 37 إذن إثنان في 37 تساوي 74 درجة إذن أف أج يعني ج أف بحال بحال بدينا من هنا قلنا ج أف ولا بدينا من هنا قلنا أف أج هي نفس الزاوية إذن هذه الفتحة ديلا هذه الزاوية دي كلها إذن هذه الزاوية الكبيرة 74 وجي أج جي أج قدها قد أف أج إذن 37 إذن هذه جي أج سبعة وثلاثين وجي أف سبعة وثلاثين في إثنان اللي أعطي أربعة وسبعين درجة أحدد مجموع كل زاويتين مشكلتين من عقارب ساعتين من نفس اللون نبدأ بهذا جوج ساعة إذن هنا عندي هالفتحة هذي مع هالفتحة غادي عطيوني إذا جمعتهم جوج غادي عطيوني فتحة بحالة الشكل يعني جي أج مستقيمية إذن غادي نوضح لكم في شكل اللي هو باين أكتر لاحظوا معي هالدائرة هذي بحال نقوله هي الساعة إذن داك جوج فتحات دي العقارب الساعة يعني هالفتحة هذي زائد هالفتحة هذي غادي عطوني فتحة اللي هي بحال هذي الشكل بحالة نقوله التولد مع القسمين كي أعطيك النص العشرين دقيقة مع العشرة دقيقة كي أعطيك ثلاثين دقيقة إذن ثلاثين دقيقة كي أعطني العقرب الصغير مع الكبير واحد الخط يعني كيكونوا على خط واحد إذن كيكونوا زاوية مستقيمية وزاوية مستقيمية كم قياسها؟ قياسها 180 درجة إذن لأخذينا مثلا هذي الزاوية هذي A O B رأتعطاني 180 درجة إذن مجموع الزاويتين هنا رأتعطاني 180 درجة نشوفوه هنا بالنسبة لهذو الزرق بجوج بهم يعني عندي هنا كنلاحظو خمسة دقايق مع عشرة دقايق كي أعطوني خمستاشر دقيقة خمستاشر دقيقة هي الربع إذن ربع الساعة كيفاش؟ كيكون يكون هكذا إذن كي دير الزاوية إذن نديرها مثلا هنا إذن الزاوية هذي يجيني بحالة الشكل إذن كي دير هذي الزاوية هذي زاوية قائمة إذن مجموع هذي الزاويتين بجوج غضي أعطوني الزاوية قائمة وهي تسعون درجة إذن هذي نكتبو هنا تسعون درجة بنسبة الساعتين لبلون الأزرق ساعتين لبلون الأخضر عندي خمسة عشر دقيقة هنا وهنا كذلك من هنا إلى هنا كتعطيني خمسة عشر دقيقة إذن نجبهم غضي أعطوني ثلاثون دقيقة إذن غضي أعطوني بحالة الشكل الزاوية غضي أعطوني مستقيمية غضي أعطوني بحالة الشكل الزاوية مستقيمية إذن هذي بجوج كذلك غضي أعطوني مئة وتمانونة درجة هذي بجوج هنا غضي أعطوني بحالة الشكل الزاوية مستقيمية إذن 180 درجة إذن هدو كذلك عاد يعتوني 180 درجة تمرين عشرة أكتب ما يناسب في كل حالة متحاذيتان غير متحاذيتين وأعلل A, J, B و B, C A, J, B إذن الزاوية التي رأسها J و B, C يعني الزاوية التي رأسها E نلاحظنا بأن الزاويتين رؤوسهما مختلفين إذن فهما غير متحاذيتين لأن من الشروط باش يكونوا زاويتان متحاذيتان أن يكون لهم نفس الرأس ويكون عندهم دلع مشترك J في الوسط نشوفوا الحالة الثانية N, O, M M, O, N و N, O, B N, O, B N, O, M, N, O, B إذن هالزاويتين جوج عندهم نفس الرأس اللي هو O وعندهم دلع مشترك اللي هو O, N و J في الوسط إذن هادو هادو زاويتان متحاذيتان A, O, B A, O, B C, O, D C, O, D إذن هاد زاويتان غير متحاذيتان نعم عندهم نفس الرأس ولكن ما عندهمش دلع مشترك نعم عندهم نفس الرأس إذن هنعطونا مثال كاتب إنا دوزان و N, O, N, O, N A, O, N إذن هالزاويتان N, O, N, O, N يعني غير متحاذيتان بالفعل كاللاحظوا بإنما عندهم مش نفس الرأس إذن هادا يكفيه مش نقولوا بأنهم غير متحاذيتان A, O, N يعني متكاملتان نشوفوا هادزاوية 150 وعدي 30 150 زائي 30 كتعطيني 180 دان زاويتان متكاملتان مجموعهما 180 وبالفرنسية كتسموا سيبلامنتار دانك سي دوزان صون نو أجاسون اي سيبلامنتار شوفوا الحالة التانية دان هادزاوية هادي مع هادي كيكونوا لزاوية مستقيمية زاوية مستقيمية مجموعها 180 درجة بالفرنسية كقولوا سيبلامنتار هادزاويتان عندهم نفس الرأس وعندهم دلع مشترك في الوسط ادان هما زاويتان متحديتان والفرنسية أجاسون دانك انا سيكر دوزانجل أجاسون اي سيبلامنتار فالحالة هادي هادل دوزانجل غير متحديتان ادان اكتبو انه أجاسون وبالنسبة لمجموع الزاوية كيعطوني 90 يعين خمسا وستين زائد خمسا وعشرين 90 درجة ادان دوزانجل نو أجاسون اي كمبلامنتار ادان كمبلامنتار بالعربية هي متتامتين ومجموعهما 90 درجة الحالة الاخيرة هادلانجل هادا مع هادا كيكونوا للزاوية القائمة زاوية قائمة يعني 90 درجة ادان زاويتان متتامتان بالفرنسية كمبلامنتار عندهم نفس الرأس وعندهم دلع مشترك في الوسط ادان زاويتاني متحاذيتان وبيتالر دنقلو دوزانجل عجاسون اي كمبلامنتار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة